في إطار الدور الديني والوطني والاجتماعي لوزارة الأوقاف وتحت نعاية وزيرها الدكتور محمد مختار جمعة ورئيس المجلس الأعلى للشهون الإسلامية شهد المستشار مصطفى أرهم محافظ الأخصر افتتاح مسجد خاتم المرسلين بمدينة الطيبة بالأخصر وذلك بحضور الشيخ السيد محمد عبدالدائم مدير مديرات الأوقاف بالأخصر المهندس على عبدالله مصطفى رئيس جهاز مدينة الطيبة وفضيلة شيخ عبدالرحيم محمد أحمد مدير إدارة أوقاف الزينية وكوكبة من قيادات الدعوة بمديرات الأوقاف وأوضح مدير ومديرات الأوقاف بالأخصر بأن المسجد تم إنشاؤه من قبل هيئة المجتمعات العمرانية بالتنسيق مع جهاز مدينة الطيبة لخدمة أهل المنطقة ومن جانبه أكد المستشار مصطفى أرهم محافظ الأخصر على ضرورة الاهتمام بتطوير وبناء المساجد الجديدة والتي تعد النواة الأساسية للمجتمع الإسلامي والتي تستهدف تنشئة المسلم على مبادئ وتعليم الإسلام السامية وفي سياق المتصل تم افتتاح مسجد الفتح الإسلامي بالمريس بالطود ذلك بحضور الدكتور محمد رزق رئيس مدينة الطود والشيخ صلاح نور وكيل أوقاف الأخصر وفضيلة شيخ محمد عبدالعزيز خضري مدير إدارة أوقاف الطود بالأخصر ترجمة نانسي قنقر